هل العلاقة ديال الوالدين مع الأطفال ديالهم والأبناء ديالهم تؤثر على الأبناء الحياة الجنسية ديالهم في الطفولة وتؤثر عليهم كذلك ابنتي كبرو القضية مهمة جدا تنتمنى جميع الأباء اللي تشاهدون اليوم على يتصنطوا مزيانوا على الكلام اللي رانقوا له علاش الأطفال تكونوا صغار ولد أو لا بنت طبعا تتأتروا بالوالدين ديالهم لحسب مثلا داك الوالدين أشنو عضوهم يعني المثل تقول التربية في الصغار كالنقش على الحجار ومعروف على أن الأبناء تتكونوا في سنين اللولاء ديالهم يعني تكون الشخصية الأبناء والميه الجنسي وعدة أمور مثلا من ناحية نفسية تتكون يعني في الطفولة مشي تتكبر يعني وتقول المثال كذلك شجراه لكبرات عوجة صلاة عن البيتات وقعها عوجة إذن إذا كان أخذنا مثلا يعني مثل يعني مثل يعني عنا بزاف ديال الحالات من هذا القبيل أنت كن مثلا الإبن نحسبه الأب مدمن يعني مدمن ويعني تدخل سكنان وعنيف يعني وما فيه شئ لعطفة لحنان بالنسبة لمراته بالنسبة لأبناء دياله يعني طبعا الأبناء دياله ريتأطروا إذن كانت عندي واحد حالة من هذا القبيل كانوا تعيطوا لبهم الغول وكانوا تدخلوا لبهم تتخبعوا كاملين داخل يعني الغرفة وكانت مثلا الأم ديالهم تتعيش معاناة كثيرة من جميعنا واحد مدن يعني طبعا كيفاش بغيتي بحادة باش حال ما البنت من تتكبر أو لاش حال ما الولد من تتكبر يعني رأي يرفض الزواج علاش لأنه يعني تيكون عانا واحد المعاناة لما تخيطون صف طفولة دياله معروف على أنه إذا كان مثلا الولد يعني الدري تيتأطر مثلا تيكون يميل إلى الأم دياله والبنت تتكون تتميل إلى الأب يعني ديالها بعد أن تتكون العلاقة زوينا الحمد لله بالأبناء واسميته والأباء ديالهم والأباء تيقوموا بالواجب ديالهم من ناحية الحنان من ناحية العطف من ناحية التربية من ناحية العطاء من ناحية الوجود هنا عندئذين يأخذينا مثلا البنت البنت تتعلق من اببها وتتمنى أنها تجوج به أنت تكون صغيرة في عمرها يعني يا الله في ذاك البن عامين وثلاث سنين يعني وطبعا من تتكبر ذاك البنت ذاك العلاقة اللي عاشت مع اببها مزيانة الحمد لله هي لأنها را تجوج لأنها علاش عاشت واحد طفولة ديالها مزيان وتتعلقات باببها مزيان والولد كذلك مثلا بنتي يكون صغير مثلا تتعلق بإمها مزيان وكلما كانت العلاقة بين الأم دياله وهو مزيانة بنتي يكبر يعني را يتزوج لأنها بحالة يبحث عليه إمها وبحالة اللي بنت كذلك تتبحث على اببها إذن هناك كما يسمى عقدة أوديب يعني تقريبا شيء من هذا القبيل إذن هنا هي الطفولة العلاقة ديالولدين تتلعبوا حد دور كبير في الحياة الجنسية ديال الأبناء يعني في الطفولة ديالهم وفي الكبار ديالهم علاش هذ القضية يعني إش حال من بنت مثلا يعني من المرأة تجوجت ولكن مجوجة وصافية وتتولد ولكن معدها لا رغبة جنسية ولا لدها جنسية وإن تسبحات تتجبر يعني شي مشكلة علاش نعندي واحد الحالة دي واحدة سيدة اللي مزالة صغيرة أو عايشة في أوروبا واتصلت عليها هذالليامات الجوجات معندها تشيء أي نوع من المشاكل قل الظروف المادية ديالها مزيانة الحمد لله والرجل ديالها رجل مزيان تواتي عملها أحسن المعاملات المشكلة هو أنه معندها الرغبة الجنسية تماما ومعندها ما يعرف يعني اللذة الجنسية يعني أو لا يعني الأغازم يعني تتقوم داك العلاقة مع الزوج ديالها وصلت عن ميوصافي بدون رغبة وبدون لذة طبعا يعني كما أشاطت عدة مرات أغلب النساء مثلا نقول في العالم العربي تعيشوا هذا النوع من هذا القابل سواء كانت يعني إلا كانت الطفول الذين لهم ماشيين مزيانة هذا يؤثر عليهم في الكبار وإلا كانت مثلا لا مال تخيطونس كذلك ديال الزوج ديال الزوج اللي مثلا عنده الترابة الجنسية سواء قطف سريعة أو لا سواء مشكلة في الانتصاب يعني تقوم بواحد الشكل من نوع ديال يعني تعدم داك المرأة كشكل من الاغتصاب ديالك يعني أغلب النساء يعني المغربيات ما تعرفوش أشن هي مثلا اللذة الجنسية أو لراء الرغبة الجنسية طبعا يعني في الحالة ديالها السيدة هذه يعني أنا بقيت يعني أشنو موكيفة شغل نفسروا واش عندها اكتئاب يعني ما شبرش عندها اكتئاب واش عندها حالة دهان مثلا يعني دهانية بسيكوز ما شبرش يعني البنت بعقلها والبنت قاريها الحمد لله وخدامها ولكن المشكلة اللي عندها هو ما عندهش ذاك الرغبة الجنسية تماما يعني وخرجتها منها مزيان ولكن تتنع سمعها وصافي وما تتعرفش كما أشلت أشنو موكيفة الجنسية طبعا يعني كما أشرت يعني بحثت واش الراجل عنده قطف سارية واش الراجل عنده مشكلة في انتصاب واش هي تعرضتش تحرج واش هي تعرضتش اغتصاب مثلا واش كانش سوء معامل ديما مثلا يعني اللي جبرت يعني في الحالة هذه هو أن في ذاك ست سنين طفولة ديالها كان الأب ديالها غائب وهذا القضية يعني مهمة جدا لأن غياب الأب مثلا كما أشرت لي يعني من قبل اللي بدي تتكون صغيرات هتكون معلقة بباها بالزاف محتاج لذاك الأب يكون موجود يعني هذه القضية مهمة مش هو ميت يعني الأب موجود ولكن نظرا العامة دياله كان يعني ما تيجي الضار إلا نادرا نوبى في العام ولنوبى في ستشهر ولذلك ذاك البنت كأنها عاشت بدون أب وهذا القضية مهمة لعلش لأنه تتكون البنت صغيرة مثلا ستأخذ ذاك الحنان يعني اللازم يعني الأب ديالا يعطف عليها يعنقها يقبلها يخرجها يلعب معها ستكون واحد العلاقات تتكون البنت علاقة وطيقة وتتحببها واحد لحب شديد إلى درجات بعد نوبة ذاك الطفلة متى تكون صغيرة تتقل أب ديالها يعني أنت الراجل ديالي أنت الزوج ديالي وش حامل المرة بعد نوبة تتقل لبنتها وش نتينا ولتي الشركة ديالي زعمها لهذه الدرجة هذي تتحبب بباقي لهذه القضية هذي إذن ذاك الحب اللي تنتي تزرع مثلا في الطفولة متى تتكبر البنت يعني ذاك الحب تيكون موجود هو اللي رايخدم عليها فالعلاقة إذا كان طبعا الراجل ديالها مزيان وتيعاملها مزيان يعني هنا عندها إذن يعني بحال ذاك الوردة يعني تتورد وإنها طبعا أراد جبر ذاك العلاقة تكون مزيانة مع رجلها وراد تحبتها يا رجلها لأن الطفولة ديالها كانت تتحبب بباها في حين إذا كانت تتكرها مثلا في بباها في الطفولة ديالها مني راد تكبر يعني هنا إذن دين ما رايش كونش واحد الحب خصوصا إذا كانت تتزوج ديالها تيسوء المعاملة ديالي لكن مثلا عندك شي زوج اللي تيضرب واللي تيغوت واللي تيخنقك واللي تيحاول يهدك واللي تيحاول يقتلك مثلا واللي مدمن واللي ماشي الطيف واللي ماشي الخلوق يعني هنا عندئذن طبعا يعني تيسوء المعاملة إذن هاد القضية سوف تؤتل حتما على ذاك البنت يعني وذاك المرأة المتزوجة وطبعا يعني مرأة تعرفش أما شنوه لا الرغبة الجنسية ولا اللدة الجنسية إذن كما أشرت يعني التربية في الصغر كان نقشي على الحشر وقال أن العلاقة الطفل التي يشوف الوليدين ديالهم زيان وعلاقة بينهم وطيقة حب مودة وعاطف وحنان ورحمة وشفقة يعني ولعب وأشياء من هذا القبيل تقدر تقرب هذا في الطفولة يعني تتخلي البنت متعلقة بابها ومن يرى تكبر عندئذن رتمن انتهي تزوج إذن شحال من ابنت يعني مزوجة ووصلت عن بيباجة تولد بحال يعني بحال يعني الأغنام ولكن معدها لا رغبة ومعدها لا لد إذن العلاقة دي الأبناء بالأباء ديالهم في الطفولة تتلعب دور كبير في إنشاء الغريزة الجنسية عند الأبناء في الطفولة ديالهم وكذلك يعني في الكبار ديالهم تتمنى أنكم يعني أفهمتوا هذه الحالة تتمنى أن تشاركونا في فيسبوك دكتور بن يشو يوتيوب دكتور بن يشو وشكرا لكم